اشتركوا في القناة واللي يعتبر واحد من اهمه اجمد الافلام اللي اتعاملت عن الجريمة المنظمة والعصابات والمافيا اللي اترشح لست جوائز اسكر وفاز لجو باشي بجيزته الوحيدة واللي انا شخصيا بحبه جدا وتعبت برضو عشان اختار خمس مشاهد بس اتكلم عنهم النهاردة قبل ما نبتدي في المشاهد ضروري اوضح ان هيكون في حرق في احداث الفيلم فلو حد ما شافش جود فيلس افضل يقفل الحلقة دي دلوقتي ويبقى يرجع لها لما يشوفه ويعتبر اللي شافه من الحلقة دي لحد دل دلوقتي ترشيح مباشر بانه لازم يشوف الفيلم احداث فيلم جود فيلس بتبتدي في منتصف الخمسينات وبتنتهي في منتصف التمانينات وبنتتبع فيها قصة هنري هيل واحد من رجال العصابات المهمين في مجتمع نيويورك في الفترة دي بنشوف رحلة صعوده على مستوى الثراء والوجاهة الاجتماعية في الفترة دي وصولا لسقوطه المدوي في نهايتها بانه بيتحول لشاهد ضد كل اصدقائه في عالم الجريمة وبيعيش بشكل بسيط تحت مضلة برنامج حماية الشهود مشهدنا الاول هو المشهد الاكثر شهرة من الفيلم كله وهو مشهد فاني هاو المشهد اللي بيبتلي بشكل خفيف وبعدين حدة التوتر فيه بترتفع واحدة واحدة وبعدين التوتر المتصاعد ده بيروح نازل مرة واحدة لنغمة خفيفة برضو المشهد بيبتلي بتومي وهو بيحكي حكاية دمها خفيف وفي نهايتها هنري بيلقي تعقيب عابر بان الحكاية دمها خفيف وان تومي بيدحك ولكن كلمة بتدحك دي تومي بيتوقف عندها شوية وبيطلب تفسير يعني ايه بدحك هو انا ارجوز مثلا ولا ايه السحر اللي في المشهد ده زي ما قلت في الارتفاع الكبير في حدة التوتر من بداية شكلها بسيط جدا وفي ان مشهد بسيط زي ده بيعرفنا كل حاجة محتاجين نعرفها عن تومي جدير بالتوضيح ان المشهد ده بيبتدي تقريبا في الدقيقة عشرين من زمن الفيلم وهو المشهد الاول ان ناطق لشخصية تومي بتاكسيد جو بيشي المرات اللي شفناه فيها قبل كده كان مراهق بالاضافة لمشهد اخر متكلمش فيه وهل في اي حد في الدنيا ممكن يكون محتاج اكتر من المشهد ده عشان يعرف هو ليه المفروض يخاف من تومي ببساطة لان كل اللي حواليه كانوا خايفين منه بما فيهم هنري هيل بطل قصتنا التوتر والخوف باين على وشوش الجميع من ان تومي ممكن فعلا يقذي هنري ورغب ان هنري ليه ما كانت في وسطهم لو المشهد ده كله عبارة عن كتابة شيك فاللي بييجي بعده هو عملية الصرف بمجرد ما صاحب المطعم بيدخل معه في حوار وجدل حوالين الفطورة بيشوف الوش الحقيقي لتومي بس الحقيقة انا ما بيهمنيش قوي الكمالة اللي حصلت في الاخر دي انا كان كفاية علي قوي فاني هاو عشان اعرف اني لازم اخاف من تومي مشهدنا التاني هو مشهد دخول هنري وكارن للكوبا كابانا ده المشهد اللي كارن بتكتشف فيه الابهار اللي في شخصية هنري بتشوف قد ايه هو غني وقد ايه ليه احترامه مش محتاج يقف في طبور النايت كلاب وبيخوض رحلة من الباب الخلفي زي ما يكون داخل بيته لحد ما بيوصل داخل النايت كلاب وبتتعمله ترابيزة خاصة في ثانية زي ما كارن بتنبهر احنا كمان بننبهر على المستوى الدرامي باننا بقينا عارفين هنري وصل لايه بالضبط وعلى المستوى التقني والفني كذلك لان مشهدنا اللي بيمتد عبر 3 دقايق هو في الحقيقة لقطة واحدة كاميرا واحدة بتاخدنا في المشوار الطويل ده من غير اي اطعاط مشوار طويل وديق مليان ناس ومليان تفاعلات ومليان وشوش بتمر بشكل عابر انتصار سينمائي بكل تأكيد وخصوصا وقت عرض الفيلم المشهد ده محاولات تصويره كانوا سبعة والمحاولات الفشلة ليها اسباب كتير منها ان ممثل يدخل متأخر ثانية مثلا او ممثل من اللي واقفين في الكوريدور ينسى سطر بس بكل تأكيد الموضوع يستاهل لان الفيلم والمشهد ضمنين مكانتهم في التاريخ السينمائي للابد قبل ما ندخل في المشهد التالت عاوز اجدد شكري لموفيز بوبكورن على الشراكة اللي بنقدم من خلالها الحلقة دي واوجه عناية حضراتكم ان الليلة ان شاء الله عندنا تعاون جديد الليلة دي اللي هي ليلة الكنين 11 ابريل حيث اني حكون ضيف على حساب الانستجرام بتاع موفيز بوبكورن بالضبط بالضبط الساعة 9.5 مساء بتوقيت القاهرة اللي هو 10.5 مساء بتوقيت الكويت وكذلك توقيت السعودية للحديث حول اكثر الافلام المرتقبة في 2022 الحوار هيكون تفاعلي طبعا وحجاوب على كل اللي حقدر عليه من اسئلة حضراتكم فحاولوا تفضوا نفسكم في معات صهرتنا وحضروا اسئلتكم وما تنسوش تتابعوا حساب موفيز بوبكورن على انستجرام من اللينك اللي في الديسكريبشن دلوقتي حالا وكذلك طبعا حسابهم على تويتر لمتابعة كل جديد في عالم الافلام والمسلسلات في مشهدنا التالت الاحداث بالدور سنة 1974 هنري هيل بيدخل السجن ومعه لفيف من زعماء المافيا ومن خلال فلوسهم وسطوتهم بنشوف السجن ده بالنسبة لهم شكله عامل ازاي تركيزي هنا على الشق بتاع العشا الملوكي اللي كانوا بيحضروه ازاي كل حد فيهم ليه دور مدى الاتقان والتفاني في تأدية الدور ده مستوى الجودة اللي مش ممكن يقبلوا باقل منه وشكلهم الطحفة وهما كلهم بالروب والشرب والشبشب مشهد عبثي من اجمل ما يمكن وينتمي بشكل كبير لتصنيف الكوميديا رغم ان محدش قال فيه نقطة هي طبيعة شخصيتهم كزعماء جريمة لما انعكست عليهم وهما بيحاولوا يطبخوا والتحية اللي بيقدمها الفيلم لفيلم The Godfather من خلال المشهد ده بالاشارة لمشهد الطبخ الشهير من فيلم The Godfather والتركيز في المشهدين على خطوات تحضير الصلصة واللي ممكن تكون رمزية بتشير للسائل الاحمر الاخر المهم جدا في حياتهم الاجرامية مشهدنا الرابع والخامس احداثهم بتدور في نفس السنة سمة 1978 في المشهد الرابع بنركز على توابع حادثة مهمة جدا عملية سرقة خزنة لوفت هانزا اللي بيقوم بيها جيمي والفريق اللي بيكونوا وبتكتمل بنجاح مع تنبيه واضح جدا من جيمي ان ياريت محدش يشتري حاجة غالية عشان مايلفدش نظر البوليس واللي حصل بعد كده طبعا مصخرة فاحد الصهرات المافياوية جيمي بيشوف العجب اللي داخل المشتري عربية غالية لامراته واللي مشتري بلته فاروة بعشرين الف دولار في مواجهة الذكاء المفرد ده بنشوف اداء تمثيلي رائع من روبرد دينيرو لان شخصية جيمي داخل احداث الفيلم ومع مرور الزمن بيتحول من الشخص الذكي الصبور اللي ما بيملش قوي للعنف لشخص خلق دية وما بيستحملش الغباء وفي المشهد ده بنشوفه وهو بيجاهد نفسه هاين عليه موتهم كلهم وبيحاول يمنع نفسه بموت في رضود افعاله خلال حواره مع عضو العصابة الاول عامل زي الاب اللي مسك ابنه وهو عامل عاملة وتخيلوا بقى لما الابن ده يبقى في اقصى درجات التتنيح في المواجهة مع الابن التاني ما بقاش عنده صبر خلاص يلا يا ابن انت وهو من هنا بقى بدل ما تجنن عليكم في المشهد الخامس بقى التحول بتاع شخصية جيمي بيكون اكتمل تعبيره عن كل انفعالاته بقى متفجر ومباشر زي شعوره بالسعادة من ان واحد من فريقه حيبقى عضو رسمي في المافيا شغل وتعب السنين اخيرا حيتكافق مش محتاج يحس بقلق من هنا ورايح بس السعادة العملية دي ليها برضو وش شخصي لان اللي بيحصل على التكريم ده هو طامي عمليا ابنه لذلك لما لحظة التكريم المهمة قوي دي بتتحول لكابوس الوشين بيطلخبطوا على بعض الغضب العارم على ضياع الحلم بيختلط بالحزن الشديد على فقدان الابن واللي بيقدمه روبر دينيرو مش محتاج شرح محتاج تأمل ممثلي المفضل في التاريخ ومش من فراغ يا جماعة حقيقي ظلم موضوع الخمس مشاهد بس ده الفيلم مليان مشاهد وحوارات انجازات درامية وانجازات فنية وانجازات تقنية اتمنى انكم تسعدوني في اننا نكرمها بالشكل اللائق وانفكر بعض بكل المشاهد الجامدة اللي في الفيلم في التعليقات الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شار و لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو انستجرام وبي باي